في ريف دمشق ايضا استهدفت قوات جيشنا الباسل تجمعات الارهابيين في منطقتين الحسينية والبويضة وقعت عددا كبيرا منهم بين قتيل ومصاب وعارفة من الارهابيين القتلى عبدالله دهين متزاعم عصابة ارهابية ومالك الغزال ومحمد عبدات وجميعهم ينتمون لجبهة النصرة كما تم القضاء على عدد من الارهابيين في منطقة عدرا وتم اصابة اخرين فيما تصدى بواسلنا لعصابة ارهابية حاولت الاعتداء على احدى النقاط العسكرية في المنطقة وقضوا على اعداد كبيرة من افرادها الى ذلك استهدفت وحدة من قواتنا الباسل عصابة ارهابية تابعة لجبهة النصرة في منطقة رنكوس واوقعت عددا من افرادها بين قتيل ومصاب كما قضت بواسل قواتنا على متزاعم عصابة ارهابية تابعة لجبهة النصرة الملقب ابو اليمان وهو من جنسية غير سورية في الغوطة الشرقية ودمرت راجمة الصواريخ ومدفع عيار 23 مضاد للطائرات وفي حمص ضبطت الجهات المختصة ثلاث سيارات شاحنتين وبيك اوب محملة بالاسلحة والذخيرة والادوية المهربة والمازوت المهرب وشملت المصادرات تجهيزات طبية واجهزة تفجير عن بعد وجهاز بث فضائي وسناديق ذخيرة متنوعة وراجمة صواريخ مع عدد من الصواريخ وقذائف هاون وصواريخ حرارية وقاذف ار بي جي ورشاشي دوشكا بالاضافة الى قاذف هاون من عيار 82 ملي متر في حلب اعلن مصدر عسكري مسؤولا قواتنا المدافعة عن سجن حلب المركزي تابعت تصديها لهجمات العصابات الارهابية واشتبكت معهم وقضت على اغلبيتهم ودمرت مدافع هاون ومدافع مضاد للطيران عيار 23 ملي متر وثلاث عربات مصفحة كما اشتبكت بواسل قواتنا مع ارهابيين في عدد من مناطق خان العسل وكبدتهم خسائر في عددهم وعتادهم ودمرت مدفعا مضادا للطيران عيار 23 ملي متر في قرية جبرين فيما اشتبكت بواسلنا مع عصابات ارهابية في مناطق الايرامون والشيخ مقصود كما استهدفت تجمعا للارهابيين عند منطقة الاشارات في بستان القصر وقتلت واصابت عددا كبيرا من الارهابيين في تلك المناطق وفي درعا قضى بواسلنا على عدد من الارهابيين في بلدة الحراك عرف منهم محمد بشير التركماني وايهم قاسم عبد الفتاح كما تم القضاء على عدد من الارهابيين في بلدات الشجرة وتسيل وسحم الجولان والشبرق وطفص وحيط وبيت آرة وكوية وعبدين في الريف الغربي لمحافظة درعا وفي الغارية الغربية تم القضاء على عدد من ارهابي جبهة النصرة وفي خبب انفجرت عبوة ناسفة في اثناء قيام عصابة ارهابية بزرعها على احد الطرق الزراعية ما اسفر عن مقتل اربعة ارهابيين عرف منهم بشار محمد مسلم احمد محمد حاج حمد الزعبي اما في المسمية فنصب بواسلنا كمينا محكما لعصابة ارهابية مسلحة على اوتوستراد دمشق درعا قرب الجامعة الدولية واوقعوا افرادها قتلى ومصابين وصادروا اسلحتهم عرف منهم علي المصري وناصر منصور الناصر مما يسمى كتيبة شهداء غباغب اشتركوا في القناة